ايام مرت وما زالت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية والطلابية في زخمها المستمر رغم حملة الاعتقالات التي تشهدها المدينة في صفوف المحتجين هسنا اريد عراق 16 سنة هذا مو ان العراق هسنا اريد عراق جديد يرجع عنا يعني هاي صعب احنا من الدافع اضحقنا من اريد عراق يرجع عنا وطن يرجع عنا ايد بايد سنة وشيعة اخوة قربتوني يا الاحزاب يا الاحزاب الطائفية كافة عمي بس استوحوا شوي خافوا من الله ورسوله ولا ما تخافون وطالعين حتى انا مطالب اللي هي اصلا حقوقنا فهذه المظاهرات احنا طالعين هالمرة حتى نغير النظام مريد اصلا لا احزاب ولا عيشي داخلها فالدريد حكومة رئاسي وبس هذا كل اللي رأيدي ففي كربلاء يخرج الالاف يوميا ليتمركزوا قرب المجمع الحكومي معبرين عن ارائهم ومطالبهم المشروعة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين وتعديل بعض فقرات الدستور العراقي احزاب بعد ما نريد اصلا خلي حكمنا نظام واحد نظام جمهوري ولا هذي الاحزاب اش حصننا ميها يا اخي كلها الناس تفرقت كل من بحزب احنا واقفين هنا نتلقى كل واحد الانتماء زيان احنا ليش هالشكل الى متى نبقى مستمرين بالاعتصامات لحد ما نغير النظام ونريد نظام رئاسي وما نريد لاش حزاب ولا نريد سياسي نريد نظام رئاسي ودوام كلها تحتصم المدارس كلها تحتصم وعلى الرغم من بعض الاضطرابات والصدامات التي تحدث ليلا بين القوات الامنية والمحتجين لان الطرف الاول يحاول قدر الامكان الحفاظ على الامن العام للبلد في حين يحاول الطرف الثاني الحفاظ على سلمية التظاهر وبين الطرفين تكمن المخاوف من استغلال الثغرات لاحداث خروقات لا تحمد عقباها